خطوط التماس الوحدة المجهول المجهول الله الله راغب الطفل كان جريء جداً لأنه راغب الطفل عاش أيام الحرب أنا بتذكر حادثي كان عندنا خطوط تماث باللبنان كان عندي بسكليت ممكن كان عمري 12 سنة اسمع عن ما يسمى بخطوط التماس خطوط التماس خطوط التماس ما كنت أعرفش يعني خطوط التماس آخر شي طلعت عالبسكليت وراحت عخط التماس شفتهم عم بقوصوا يضربوا صوريخ عبعد أنا كنت بيناتهم عم بتفرج وزتت البسكليت بالأرض وقعت بالأرض هيك اتفرج عليهم كيف عم يعملوا حرب نوع من الحشرية يعني كان عندي جرأة ما كنت خاف من صوت المدافع لأنه تعيشنا معه يمكن يمكن أول ما بلش القواص كنا مستغربين يعني كان بالسبعينات لكن بعدين متعودنا عليه خلص يعني إذا فيه قواص تتلطى تتخبى بمطرح مشي ما تنصب لكن يعني لقوا صب بالهلع أو بالانهيار أبداً أنا ممكن كتير يكون في حدا نين عم بتخانقوا مع بعض وحدا حامل سلاحه وقرب معه لشيله سلاحه حصلت واحد شي المسدس رحت لعنده وقلت له أعطيني المسدس ماسكوا بإيده مديت إيدي عقيده وشلحت إياه بحبياً يعني إنه ما خفت كل كل خايفين إنه هيدا هلأ معه مسدس يا رطيف شو راح يعمل أقوز فتدخلت وأنا كنت فنان مشهور جداً إنه ما اعتبرت إنه ما خصني لأ قلت أنقذ الموقف وأنقصت الموقف قدام الكل خوف مش خوف لكن فيه قرف إنه ما بخاف من السرسوس بس بقرف ما بخاف من الفارة بس كتير يعني إذا فيه مطرح فيه فيران ما بيعود ولا يمكن أعود هديك مرة كنت بباريز كنت قاعد بواحدة من أهم المقايا فيه فارة عادت قدامنا وعم تجزر فكرح حالة ببيتها نضرب على إجرنا هيك مدفل تركت المحل حابين تستمتعون بأحلى أصوات أحلى اللحظات اللي بنعيشها كمدربين مع بعض ومع المشتركين والمواهد على MBC1 تابع حلقات The Voice كل ليلة تساوت على MBC1